أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية هنتكلم طبعا عن مطش إسماعيلي وأطمنكم على كل أخبار فرقة الأهلي وخصوصا أنها تشهد إن شاء الله بإذن الله زي ما أكد الجهاز الطبي لنادي الأهلي عودت كتير من المصابين نتمنى طبعا وهيكون قوة دفع كبيرة جدا للأهلي في مواجهات كتير محتاجينها طبعا فترة جاية محتاجين كل النجومنا يكونوا حاضرين في المباريات اللي جاية أهمهم طبعا المطش اللي جاية مع الإسماعيلي خلينا بس مع كلام ناس كتيرة جدا على فكرة الفار اللي طبعا لو كان موجود مبارح ما كانتش تحسبت أو كانت تلغت بقى ركلة الجزاء اللي تحسبت ظلما وزورا وبهتانا على النادي الأهلي وقدت لضياء نقطتين الفار في معظم الدول الأفريقية مش موجود يعني تقنية الفار مش موجود حضراتكم عارفين أنه بعد زيانة عدد الفرقة المشاركة في بطولة أفريقيا بقى كتير من الدول بتشارك في دولي المجموعات وأبطال الدول دي طبعا بيشاركه في دولي المجموعات وبالتالي عشان غياب البنية التحتية في معظم الدول الأفريقية اللي ما فيهاش أو متتمتعش بوجود تقنية الفار وبالتالي أصبح الفار مش موجود لأنه صعب جدا تطبقه وإن كنت شايف أنه ده لمالوش معنى يعني نوعا ما أعتقد أنه مش بيصبه في مصلحة العدالة والشفافية اللي تأدي لقوة المنافسة لكن في النهاية عشان فيه دول كتيرة جدا ما عندهاش تقنية الفار اتمنع أو ما بقاش الدور المقبل المهم بس نوضح الحتة دي لأنه مصر طبعا بتطبق الفار وعندنا ده بيبقى موجود في الدوري العام عشان كده من الغريبة نتشوف مسابقات محلية بيتطبق فيها تقنية الفار ومسابقة بحجم دوري أبطال أفريقيا يشارك فيها أهم أبطال في القارة وبتطبقش فيها تقنية الفار ومع الأسف الشديد مازال التحكيم في أفريقيا يعني دايما بندعم المدرب الأفريقي وبندعم طبعا اللعب الأفريقي وبندعم التحكيم الأفريقي لكنه الأسف شديد جدا بيكون مؤثر سلبا ومش عارف ليه بس يعني احنا بنلاحظ ده مع الأندية المصرية وتحديدا طبعا أنه دي الأهل طيب المفروض طبعا أن احنا بنقفل صفحة أفريقيا بس احنا مش هنلحق أو ينقفل صفحة أفريقيا يعني انت عندك مباراة لإسماعيلي يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله وكمان بعدها على طول مباراة العودة مباراة فيتا كلوب المباراة دي يمكن كان المدير الفني بتاع فيتا كلوب بيتكلم أن هي لها حسابات خاصة بالنسبة لهم جدا وأن الفريق هيظهر بشكل مختلف تماما وأنه عارفين يعني الجملة كده أنه فريق الأهلي فريق محظوظ يعني كان نفسنا نشوف ده مبارح في مباراة الأهلي وفيتا كلوب كان طبعا أنت كم ممكن تخلصه بسكور بس في نفس الوقت وأنه المباراة طبعا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده هتكون برضو العصر وهتكون بحوالي 3000 مشجع من جانب فيتا كلوب وطبعا يعني يمكن الأستاذ بيسع الأستاذ بيسع ل85 ألف متفرج لكن هما يكونوا 3000 بس والملعب كمان جيل صناعي حتى لو الظروف كانت إيه إحنا بنتكلم في أنه دي مباراة مهمة جدا مباراة أن أنت تفوس فيها هتفرق معك قوي يعني حتى لو ما كانتش هي الحاسمة وهي الأخيرة بالنسبة لنا ولكن المكسب في المباراة دي خارج أرضك وإنت متعدل هنا اتنين اتنين هيفرق معنا جدا وهيفرق مع كل لعب من نادي الأهلي وهتفرق مع دايما الشخصية اللي بنتكلم عليها شخصية البطل لما بنشوفها خارج أرضنا بتدي دفع معنوية كبيرة للعيبة في المباراة اللي بعد الجولة الجاية مهمة جدا الجولة الجاية تقريبا تكاد تكون حاسمة لأنه سينبا لو كسب هيوصل لعشر نقط وأعتقد كده يكون ضمن إلى حد كبير جدا أن يكون واحد من الفرقتين اللي هتأهاله هتبقى المنافسة اللي واضح كده يعني توقعي أو رؤيتي ليه هتكون على البطاعة التانية وبصرف النظر على الترتيب من أول ومن تاني يعني بكلم بس على أنه في فرقتين هتطلعهم من المجموعة هتبقى المنافسة بين الأهلي وفيتا كلاب الأقرب المريخ إلى حد كبير بعيد شوية وخصوصا لو خسر المطش اللي جاية قدام سينبا عشان سينبا يوصل عشر يبقى لازم المريخ يخسر فبالتالي المنافسة على البطاعة التانية هتكون بين الأهلي وفيتا كلاب عشان كده المطش اللي جاي في منتهى منتهى الأهمية فوز الأهلي في المباراة اللي جاية يعربوا مسافة كبيرة جدا من التأهل بقى بعد كده إن شاء الله للدور القادم وبعد كده يبقى عندنا المطشين اللي فاضلين سينبا والمريخ نلعب فيهم بقى نشوف حسابات مين يتأهل أول ومين يتأهل تاني اشتركوا في القناة